السلام عليكم أولاً بحب أحكي شكراً لكم شكراً للإعلاميين الاثنين اللي دائماً معنا هون بعرف إنه ما في مدارس هسه بس مش مبرر إنكم تجيب ولادكم يعني بحب أحكي شكراً للمواطن الأردني جد شكراً شكراً إنك استحملتنا شكراً لإنك مواطن صالح وتتفاضراري شكراً لإنك تبعد بالبيت كل يوم جمع عن جد شكراً 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 مش عارف إيش كمان أعمل يعني ومعنا اليوم مسؤول ملف الصحة عشان يأخذ أسئلتكم ويرجالكم إيها آخر الشهر ترفع أنا بحب أحكي فضل فضل مع عليكم شكراً مع عليكم نعم بنأخذ أسئلتكم بس يا حبيبي يا عمو يا عمو يا حبيبي لا تلعب المايك وخلي أبوك يسال إهدى يا رمزي يعني رمز إهدى أنا أبو رمزي من صحيف زغريل الحمد سؤالي هو متى رح يتوفر اللقاح للشعب وكم رح يكون سعره يعني بس قبل ما أجاوب يعني بدي أحكي شغلة يعني والله مبارع ما نمت ما نمت وانا بفكر فيها يعني بصراحة شعوري مجروح منكم يعني دائما بتسألي حكومة أسئلة وبتجاوبكم ولا عمره وحدا سألنا كيف صحتنا ولا مرة يعني أنا مسؤول الصحة عشان تسألوني عن صحتي بشأن تسألوني عن اللقاح هذا السؤال لمسؤول المطعوم الشليلي طب سألوني شو أخباركم سألوني شو نقصكم بدكم بيجي مش راح نخبي عليكم والله مرح نخبي يعني احنا صالحين معكم زيادة عبروني يعني عبروني طول بالك طول بالك مع عليك السؤال خلال السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يا حبيبي تقعد ابنك قعد ابنك سلسل عبركم سألسوا عليك أنا أبو محمد من قراط مطبخي السؤالي هو كيف صحتك مع عليك إن شاء الله مني الحمد لله الحمد لله تمام بكير يعني بكير لازم ذكركم عشان نعمل مؤتمرات ونعمل عشان تطمنوا علينا وعلى صحتنا عكل حال شكرا وكل لك زوج يلا مش مشكلة مش مشكلة شكرا شكرا ماليك شكرا كمان إلك شكرا كمان مرة للمواطنين الأردنيين يعني أنا نفسي أروح على المواطنين الأردنيين أبوسهم كل واحد يعني على التزامهم يعني صراحة أوكي أنا آسف البوس ممنوع بس يعني شكرا لكم ونشوفكم المرات الجاي يلا خذر مع عليك صحتك مليحة معي افتحوا الحظنات افتحوا المدارس خلي بس لولاد اشتركوا في القناة